موجز الأخبار من قناة المحور أهلا بكم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية في الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم تفقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة فجر اليوم الأكاديمية العسكرية المصرية يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامى عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الأنشطة والتدريبات الرياضية التي نفذها طلبة الأكاديمية أثناء تنفيذهم طبور اللياقة وأشهد بالمستوى الراقي الذي يتمتع به الطلبة من لياقة بدنية عالية وثقة بالنفس سلام عليكم سعيد أن أنا ألتقي بكم النهاردة وأتكلم معكم شوية أنا عارف أن الاختبارات النهائية للكلية أو للأكاديمية خلصت بالكامل وأتصور أن نستعد لحاجتين في وقت واحد تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية ومن الكليات العسكرية بالكامل وأيضا استعبال دفع جديدة من الطلبة الجدد إن شاء الله الحياة بالمتابعة مع القادة في القوات المسلحة ومع مدير الأكاديمية أنا أطمئن دائما عليكم وحتى من خلال الزيارة والالتقاء بكم والحديث معكم بالذات كل يوم تقديري للجهد المبزول وللأعداد الكبير اللي إحنا أو اللي بتقوم بالأكاديمية دلوقتي في فترة بنعتبرها فترة مهمة جدا وإحنا في كل يوم في تطوير مستمر وبالمناسبة النقطة اللي أنا بقولها داية إن إحنا نبقى دايما في تطوير مستمر دا الحال أو دا سنن الدنيا واللي يتوقف عند حال معين أو عند موقف معين أو عند تطور معين التطور دا حيبقى ناجح لفترة ثم هتتجاوزوا الأحداث بعد كده وبالتالي زي ما بقول كده إن إحنا محتاجين دايما أن أقول لكم الكلام دا وإنتم يمكن يعني سواء كان الطلبة اللي حيتخرجوا أو الطلبة اللي موجودين دلوقتي تبقى النقطة دي واضحة بالنسبة لهم إحنا في تطور مستمر هو دا حال البشرية ودا حال الناس مهمة أو إن أنا برضو أطمنكم على حالنا ولكن كنت في السلوم من كم يوم والمهم فيها إن أنا بأكده معاكم دايما إن إحنا لم نتوقف أبدا عن العمل وزي ما قلت هناك وبيقول لكم برضو إحنا في عمل مستمر على كل قطعة أو كل شبر من أراضي مصر طيب الأزمة اللي كل الناس المتحسبة منها وكل الناس قلقانة منها عدت علينا أزمات كتير في مصر وبالجهد وبالمصابرة كانت هذه الأزمات بنعبرها إن شاء الله والأزمة اللي أنا بأتكلم فيها دي برضو الأزمة الاقتصادية اللي إحنا بقالنا دلوقتي بنعاني منها وزي ما قلت كده برضو إن إحنا مش كنا سبب فيها كظروف عالم يعني سواء كوفيد-19 موقف الدنيا كلها بالكامل وكان ليه تأثير سلبي أو على الاقتصاد العالمي وإحنا مرتبطين به بشكل أو بآخر أو الأزمة الروسية الأوكرانية وبرضو متأثيرها على الأسعار وكده مهم ما أول إن أنا إيه اللي يهمنا في الموضوع إن إحنا بنقول رغم الأزمة الكبيرة دي ورغم ارتفاع الأسعار بتاعت السلع الأساسية حتى مع الجهد اللي إحنا بنبذله يمكن أنتم خلال شهور قليلة إن شاء الله هنكون حطين على خريطة مصر حجم ضخم جداً للأراضي إزرائية سواء كان في الدلتا الجديدة أو في توشكا أو في شرق لوعينات إحنا بنكلم على أكتر من يعني لو مجموعة الأراضي دي كلها حتى في سيناء كمان لو حطينا مجموعة الأراضي دي أكتر من ثلاثة مليون فدان مع الريف المصري كمان يعني إحنا بنكلم في كمية ضخمة جداً عمل وجهد وحجم أراضي عشان تعمل إنتاج زراعي غير مسبوك في فترة زمنية مش كبيرة قوي طب حتى مع ده هنبقى إحنا محتاجين يبقى عندنا استراد لسلع أساسية زي الأمح والدرة وزيت الطعام أيوه بكميات كبيرة أكيد إن إحنا على الأقل بنكلم في 18-19 ويمكن نوصل لـ 20 مليون طن أمح حجم الإستعلاك المحلي في مصر في السنة الوحدة حتى لو إحنا أنتاجنا نصه هنبقى محتاجين نجيب 50% من خارج مصر وبالتالي أيضاً إحنا بنستعلك منه وبنستورد منه كميات كبيرة عشان إحنا ستبقى شايفة ليه ليه إحنا الأسعار زيتت علينا زيت الطعام إحنا بنستورد أكتر من 90% من استهلاكنا بالمناسبة كل اللي أنا بتكلم فيه ده إحنا بنستورده بالعملة الحرة وبنبيعه للناس بالجنيه المصر ويبقى بالتالي مطلوب إن إحنا ندبر دايماً عملة تكافي كل مطالبنا ومستلزمات الإنتاج وحاجات كتير قوي إحنا بنكلم على أرقام كبيرة قوي نتوقف قدام مش الأرقام ديت لكن نتوقف قدام الظروف اللي بتمر بالعالم وبينة وإحنا بنتأثرين بيها لكن إحنا متوقفين لا طب إحنا في حاجة تقلقنا على إن يبقى فيه يعني أزمة في المواد اللي إحنا بنتكلم فيها دي لا طبعاً إحنا عاملين حسابنا دايماً إن يبقى فيه يعني من خمسة لستة شهر احتياطي من السلع دي كلها بالكامل عشان تبقى دايماً عندنا فرصة إن إحنا نجابها أي ظرف نفس الكلام على الوقود إحنا بنتكلم في عشرة مليون سيارة بتتحرك كل يوم على ابتداد الجمهورية بالكامل إنت محتاجة أيضاً تجيب لها الوقود اللازم ليهم وبرضو أنت جزء كبير من ده أنت بتستورده من الخارج وتوقع موضوع المحطات الكهرباء تصوروا إن إنتم محتاجين في اليوم 18 ألف تن مزود عشان نشغل المحطات بكامل طاقتها عشان توفر الطاقة في الظروف لدرجة الحرارة المرتفعة اللي مرت علينا خلال اليام اللي فاتت ويمكن برضو هتبقى معنا شوية كده أنا بتكلم يعني أكتر من نص مليون طن مزود في الشهر 8 تقريباً يعني 300-350 مليون دولار ده غير الغاز اللي إحنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني إنتاجنا منه بيقدم جزء كبير جداً من احتياجاتنا من الغاز الطبيعي يعني لو ما كانش الإنتاج بتاعنا ده كان موجود دلوقتي كنا إحنا هنبقى يعني في قزمة كبيرة أول حقيقة الحمد لله رب العالمين أنا بس حبيت إن أنا أطمنكم وقول إن إحنا قد تكون الأسعار بتاعت السلع مرتفعة وده أمر يعني محل تقدير مننا والحكومة بتعمل من الوقت على يعني مجموعة إجراءات تخفف من خلالها من أثار هذه الأزمة يتبقى طبعاً الوضع في منطقتنا وفي العالم وزي ما بقول دايماً مصر دايماً لها سوابت في سياستها بتتسم دايماً بأنها تكون عامل استقرار في محيطها كالعادة ودي مش أنا بس اللي كنت أحريص إن أنا أقدير سياستنا الخارجية بالطريقة دي لكن أتصور إن إحنا كان دايماً مصر بتتسم سياستها بالتوازن والاعتدال وما زلنا على كده لأن نتدخل في شؤون الآخرين ونبقى عامل إيجابة دايماً في إيجاد حلول للأزمات المختلفة اللي بتمر بمنطقتنا وهي كتير زي ما أنتوا شايفين دول الجوار عندنا أشقائنا في ليبيا أشقائنا في السودان بدون شكل أزمات دي لها تأثير علينا أيضاً لكن إحنا بنحاول نكون عامل إيجابة في إيجاد حلول لهذه الأزمات ويمكن أنتم كنتم متابعين خلال الفترة اللي فاتت مؤتمر دول الجوار وكان الهدف منه إن إحنا بالتنسيق مع دول جوار السودان إحنا نوجد مخرج أو حل سلمي لهذه الأزمة حتى تنتهي معناة الأشقاء ويعني تعود السودان مرة تانية يا رب وفقنا في هذا الأمر خلال فترة قصيرة إن شاء الله ده تقريباً يعني ملخص الموقف ودايماً بقولتنا إنه مش عشان إحنا موجودين لا عشان إنتم موجودين وقابلنا كلنا في ربنا موجود وإحنا بندايماً وإحنا بنقول ربنا موجود ربنا متطلع علينا وشاهد على إن إحنا في بلدنا رغم الظروف الصعبة دي حارسين على إحنا دايماً نعمل ونعمل بجد في كل القطاعات وفي كل المجالات وإحنا مصررين بفضل الله سبحانه وتعالى إن موضوع الأزمة الاقتصادية دي نوجد لها حلول نهائية ومش هطول عليكم فيها لكن عايز أقول إنه لازم خلال خطة طموحة جداً جداً موضوع الاقتصاد والصناعة ومستلزمات الإنتاج وتقليل فاتورة الاستراد بإن إحنا يبقى لها عندنا بدائل في مصر أو إنتاج في مصر يغطي مطالب هذه المستلزمات أو هذه المنتجات اللي إحنا محتاجينها في حياتنا اليومية لو إحنا قلنا إن فاتورتنا في السنة استرادنا من الخارج اللي محتاجين له عملة حرة سواء كان من سلعة أو من مواد بترولية أو من مستلزمات مختلفة لتدخل في الصناعة في مصر أو أدوية يعني اللي هو الاحتياجات الدرولية اللي منقدرش أبداً مهما عملنا إن إحنا نقول إن هي مش أساسية بنكلم في رقم كبير قوي طول ما الرقم الكبير ده إحنا مش قادرين نوفره بالعمل وبالتصدير وبتوفير بدايل ليه جوا مصر إحنا خنبقى بنعاني وأنا بقول هالكو بمنتهى الصرحة لازم الموضوع ده بفضل الله سبحانه وتعالى نتجاوزه ولما باتكلم على انتاج زراعي لتلاتة أربعة مليون فدان ده رقم كبير قوي عشان يعني يقلل جزء من فاتورة استراد السلع الغذائية فمهم حتى كان انتاجنا الزراعي اللي أنا بقول بكل تواضع يعني إن إحنا خلال سنة كمان بالكتير يعني هنكون دخلنا على خريطة سين أكتر من ربما وخمسين ألف فدان وفي الدلتة حوالي اثنين مليون فدان تقريبا وتوشكا وشار الأعنات زي يعني حوالي مليون كمان ومناطق أخرى باني سويف ولمينيا هالي ستين ألف فدان كمهم بحوالي مية وخمسين ألف فدان كل ده يعني ما حد يسمعه يقول يعني كل الأرقام اللي تمتلكنا بالإضافة للي كان موجود قبل كده ولسه آه لسه لأن احنا ما شاء الله يعني مية وخمسة مليون وفيه تسعة مليون موجودين معنا كمان محتاجين إن حاجاتهم تبقى موجودة هنا فاصل مش عايز أطيل عليكم عشان ما خدش وقت التابور بينكم سعيد باللي أنا بسمعه وسعيد باللي أنا بشوفه وربنا يوفقكم وأنا قلتلكم عبل كده وبقولها دلوقتي إن الأكاديمية ما بقاش دورها فقط إن هي تقوم بتأهيل وأعداد الطلبة دي كليات العسكرية لكن هي بتقوم أيضا بدور وأنا بأكده هنا بدور في أعداد كوادر تدخل وتعمل في مؤسسات الدولة المختلفة الناس اللي تتولى وظيف تبقى مسؤولة وتبقى مكتهدة وتبقى أمينة وتبقى مخلصة فإحنا بنحاول إن إحنا نساهم مساهمة في أعداد وتأهيل الكوادر دي لمدة 6 شهور مثلا وبعد كده نشوف النتائج دي تحتبقى عاملة إزاي هل فعلا المصار ده بحق اللي إحنا عايزينه وفعلا بيبقى الإعداد والتأهيل اللي إحنا عملناه جيد ولا محتاجين ننضيف عليه حاجة مرة تانية كل سنة وإنتوا طيبين والناس اللي حتتخرج بهنيه مبدئيا كده يعني وإن شاء الله دفع جديدة تدخل الكلية أو تدخل الأكاديمية بالتوفيق كل أنا بشكركم وبتمنى لكم كل التوفيق وربنا دايما يحفظكم ويحفظ مصر شكرا جزيلا سلام عليكم كما تفقد عددا من مناطق تدريب الطلبة شملت المرور على ميادين الفروسية قام الرئيس عبد الفتاح السيسي باستخدام صلاحياته الدستورية وأصدر قرار جمهورية بالعفو عن بعض المحكومة عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة بحث وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار مع وزير الصحة ورفاهة الأسرة الهندي اليوم فرص التعاون في مجالات التعليم الطبي والصحة الرقمية وتصنيع الأدوية واللقاحات والسياحة الصحية وذلك خلال زيارته لدولة الهند للمشاركة في فعاليات اجتماع مجموعة العمل الصحي لمجموعة العشرين وأكد الوزيران رغبطهما في بناء نموذج غير مسبوقة لا سيما في ظل ما يتمتع به البلدين من بنية تحتية وكوادر بشرية تبشر بنجاح هذا التعاون مشددين على ضرورة تكثيف التعاون من خلال التقنيين والمتخصصين من الجانبين لإزالة أي معوقات في مجال التصنيع الدوائي المشتركة